نقل عن المأمون وإن كان معتزليا جاء واحد من الخواري دخل عليه كما نقل الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى قال ما حملك على تكفيرنا الخارج ما بكفر الإمام سألوا المأمون ما حملك على تكفيرنا قال آية في كتاب الله طوال دار الشر للآية بتاع شنو تحت المايدة ومن لم يحكم بمانزة الله فأولئك هم الكافرون قال له آية في كتاب الله قال وما هي قال الآية ذكرها قال وما يدريك أنها آية من نلقلك دي آية زاته قال إجماع الأمة على أنها آية قال فإذا رضيت بإجماعهم في التنزيل فرض بإجماعهم في التأويل يعني في التفسير زي ما قلت ثبتت بإجماع الأمة بإجماع الأمة أنا ما أفهم السلف هو زاد فهم السلف إذا رضيت إجماع الأمة في أن هذه آية ثابتة فرض بإجماع الأمة في تفسيرها لأن الأمة أجمعت على أنه تفسير آيات الحاكمية ومن لم يحكم بمانزة الله فأولئك هم الكافرون والآية اللي آخرة الظالمون والآية اللي آخرة الفاسقون الآيات دي لا تعني الكفر المخرج من الملة طيب لو ناقشناهم بنفس المفهوم ده لاحظ الناس اللي بيقول لك الناس اللي بيقولوا الآية بتاعة الحاكمية دي نقول لك الكفر هنا الكفر الأكبر ناقشهم بنفس المفهوم القبال ده ذاته مش باللغة العربية طيب ربنا قالوا ومن من دي مش اسم موصول ومن يعني أي حد ومن لم يحكم بما أنزل الله يعني أي زول هم طبعا الآن التكفيريون بكفروا بأمنوا الحكومة بس بس الحكومة يعني انت لو بقيت انت مثلا بتقضي بين أي اتنين في قضية ولا كده وما أنهم معك شغلة أي زول ضل في باب من أبواب الدين ما أنهم مع القضية هم بس موضوعهم مع الزول الجاعد فوق في الكرسي داك بس ولا يا عامة ولا والله خاصة بالحاكم عامة لا يا طيب نقول لهم زي ما ربنا قال قال يا أيها الذين عملوا لا تقتلوا الصيدة وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتله من النعم يحكموا راحظ يحكموا به آها ذا وعدل منكم أدي الحكومة دي الناس الحكومة لا أبدا ربنا سمعون سمد حكم يحكموا به ذا وعدل منكم طيب ربنا قال لك ومن لم يحكم بما أنزل الله أي حاج نزل الله لأنه ربنا قال ما وما هنا آه كويس ما هنا تدل على العموم يعني لاحظ ما عندي عموم في الشخص الشخص اللي بيحكم عام حاكم ولا ما حاكم أي ذو اللي بيقضي بين اتنين خلاص دا حكم عندي عموم فيما أنزلوا الله أي شي نزلوا الله الحجاب نزلوا الله وتحريم الخمر نزلوا الله وتحريم الزنا نزلوا الله إذن الآية عامة نقول لهم أي ذول ما حكم اللي نزلوا الله يبقى كافر إذن معناه حيكون الزاني كافر ولا ما كافر ها بين الصلاة آية دي حيكون كافر نسألهم يا سروري يأتوا ليه بتكفروا الحكومة وما بتكفروا الزنات ليه هم ما بكفرهم سلو سألتهم من الزاني ولا السارق ولا شارق الخمر ما بكفروا بين الصلاة دي بفهمكم إنتوا نقول لهم شنو ها تكفر الزاني شكرا ابن حزم رحمه الله وتعالى قال يلزم المعتزلة لأنهم القائلين بالفهم العام للآية دي غير فهم السلف قال يلزمهم أن يكفروا كل فاسق وعاصل لله لأن كل فاسق قال حاكم بغير ما أنزل الله ولا ما صح كلامه ده يعني أسل زولة بتشرب ليه في زجارة قاعد بتشرب ليه في بنقوي بيجاعي بره في الهاوة ده كويس أها دا حكم بما أنزل الله ولا بغير ما أنزل الله بغير ما أنزل الله لو قلت يا سرورية الآية على يطلاغه ده كافر كافر تقول لي لا ما كافر ليه حكم بغير ما أنزل الله كافر أيوة إذن لما نجي يقول لنا لا 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 مفهومة ما كده مفهومة شنو إلا ترجعوا تقول لنا لابد نرجع للمفهومة الصحيحة للآية إذن نقول لهم ضد ضابط عندنا لابد من الرجوع لفهم من صلف الصالح صلف الصالح أولهم الصحابة وأولى الصحابة بتفسير القرآن ابن عباس رضي الله عنه طوال نرجع معاكم للأسر بتاع ابن عباس أولئك هم الكافرون قال ليس بكفر ينقل عن الملة هو كفر دون كفر إذن يا أخوانا كده إحنا برهننا ودللنا على وجوب اتباع المنهج السلفي في التفسير تأويل القرآن في فهم النصوص في المنهج عموما طيب يبقى عندنا آخر نقطة في الورقة وفي كلامي أنا مسألة أصول المنهج السلفي أصول المنهج السلفي هي مرتكزات السلف دونوها وأجمعوا عليها كتبوا في الكتب وأجمعوا عليها وأجمعوا على أن من خالفها خرج من المنهج السلفي ترجمة نانسي قنقر